موسيقى طيب لو أسألك عموما عن القطاع ككل إيش يبره الصعوبات اللي ممكن هي تعتبر تحدي فعلا اللي بيدخل هذا النوع من البزنس اللي هو المطاعم شوف أول شي أنا أشوف أنه أنه هذا وقت الفوذ بزنس كل هذه المطاعم ولسه تتوقع لا كلها ولسه ما صغر شي تقدر تشوف في السعودية روستري وكوفي مسكين السعوديين من A to Z حتى الاستيراد وجهة نظري أنه إحنا في السعودية كحماصين تفوقنا على ناس مرة كثير صحيح يعني أتخيل أنه ما أدري أنا ما أنا متابع يعني قريب لكن أعتقد أنه نقدر حتى النفس عالميا يعني اللي صار موجود شبعه الشباب السعوديين بالتحمص لكن في المطاعم لسه ما بدينه يعني ما تلقى واحد لأنه مطعم صعب شوف الكوفي سهل جدا يطارنا في المطاعم ايه فرق كبير مختلف البزنس تماما إلى الآن ما صار فيه اللي هو يلم بكل الجوانب عرفت كيف يلم بالترينينج وانواعها يلم بالمنيو انجينيرينج يلم باللوجستيكس اللي تحتاجها بالفوت كوست اللي هو يتخل من المنيو انجينيرينج يعني في الأوبرايشن عرفت كيف وكيف يشغل بطريقة أفضل أنا أكون صادق معي كما أجد تفتح ويت مونتن ويت مونتن كانت تكلم عن أربع محلات مكان واحد صحيح وأنا أذكر أن قلتك كلام هذا حتى الشريكي قلتك ترى الكاوبرايشن إذا أنا أشوف أنه أعلى مني بواجد أصعب يعني صعب علي مو سهل كان النوهاو شوف ترى النوهاو يكون جنبك بس وانت انتبه له حرث كيف يعني من أكبر الخطاء اللي ممكن تصير لك بالفوت بيزنس أنك تفتح محل كل الناس تعرفه كل الناس تحبه بس ما يطلع الفلوس صحيح موجودة أحيانا تتخيل أشياء أنه بينجح يعني مثلا يكون عندك مشكلة في الموديل يعني مثلا يكون تحتاج محلك مثلا متهم متر بس تحتاج زيادة 50 متر أو 20 متر عشان يطلع لك أرباح ما حسبتها صحيح تحتاج مثلا تكتشف أنه مثلا تحتاج مثلا زيادة 10 طاولات من البداية ما صممتها تحتاج عشان طاولات يعني عشان طاولات ما تكلفك شيء لكن هي اللي تطلع لك ربح صحيح حين تحتاج جلسة خارجية بسيطة ممكن هي يعني هي فكرة أنه كل شيء لازم تكون متناسق بعض الأحيان فيه ناس يصمم مطبخ غلط بحيث يصير مطبخ لود وعالي الضغط عليه لكن ما هو قادر يعني يجيب يعني يفل عليه بس أنه ما حسبها صحيح عرفت كيف شفت هذا التفاصيل هذه هذا النوهاو لماذا يقول لك الكوفي أسهل الكوفي رأس ماله كبر البار صغر البار تجيب مكينة ثانية يشيل مكينة ثالثة عرفت كيف مطعم لا تتكلم على عمالات تتكلم على السيرفيس تتكلم على سمول ويرز على التيبل ويرز تتكلم على شغلات مرة كثيرة مرتبطة مع بعض عرفت كيف فما هي ما هو المطاعم إحنا لسه توين ما بدأنا تتكلم على سبقنا ه